بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا مازلنا في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنغرق في هذه الانوار فماذا فننجو من مساوي انفسنا ونسعد ونبارك ونتهنى ويزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا ابواب الكرم وابواب الجود وفي الحديث وفي المرة السابقة اتكلمنا على ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا اللي ربنا اعطاهله اللي جاي في حديث رسول الله عليه وسلم اللي رواه سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احبوا الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجياد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إحنا لما تكلمنا عن هذا الحديث تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا إن الحديث دوت من الخبيئة اللي أخرجها الله سبحانه وتعالى لحضرة النبي إيه اللي حاصل ما كانت الأيام كلها شبه بعضاه لكن لما جي حضرة النبي جي ومعاه الخير للبشرية كلها جي وفتح أبواب وخزائن البركة والكرم فربنا سبحانه وتعالى عمل مواسم والمواسم دي في كل حياة الناس بس في بعض الأحيان بتبقى المواسم دي من أهم المواسم خلينا أقول لكم بس في حديث الرسول الله سلام لم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله من هذه العشر عايز يقول إليه الحديث آه صحيح فيه نفحات في كل يوم من أيام الحياة ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها أرزاق سعة وبركة ونور وفضل بتكون في كل الأيام بس الأيام العشرة دول حاجة خاصة والمرة اللي فات تكلمنا إزاي رمضان إيه اللي حاصل؟ ده الفرد اللي ربنا أكرمنا به وأخراجه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من درجة أن حضرة النبي يقول وعطيته خمسا لم يعطوننا في رمضان لم يعطوننا أحد قبلي وهنا بتيجي العشر بقى العشر الأيام الأول من ذي الحجة ويا سلام على الكرم والجمال والرحمة والفتوح اللي بتكون في هذه الأيام العشر موسم من المواسم هبة من الهبات فتح من الفتوح كرم بن كرم مولانا سبحانه وتعالى إحنا بقى وإحنا قاعدين هنا وما ذهبناش للحج هل ممكن نحج بالأبنة؟ آه تعالوا نسمع بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا إيه؟ بقول لنا حضرة النبي إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة خرج مع أصحابه وهم ماشيين في الطريق فإلا حاصل؟ فحضرة النبي يقول لهم إن أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يعني إيه؟ كانوا معكم كانوا معكم في العمل وكان معكم في الأجر وكان معكم في السواب مش كده؟ فإلا حاصل؟ كانوا معكم قال وهم في المدينة يا رسول الله قال وهم في المدينة حبسهم العزر آه دا اللي منعهم العزر اللي منعهم العزر بس قلوبهم مشتاقة قلوبهم طواقة بالله عليكم بالله عليكم احنا مش كلنا قلوبنا متعلقة اللي هي الطوف بالبيت مش كلنا قلوبنا نفسها تطير ما بين الصفا والمروة مش قلوبنا كلها عايزة تقف بعرفة قلوبنا مشتاقة أن هي ترمي الجمار عشان تتخلص من أذى إبليس قلوبنا كلها محتاجة أن هي تحرم محتاجة أن هي كمان تهدي ومحتاجها تعمل كل المناسك وتنزل في مستالفة وفي ميناء مشتقيل لكل ده مشتقيل لكل هذه المنازل الجميلة اللي في كل منزل من منازلها بنحس بكرم ضيافة مولانا إيشي وأنا تعبان وأنا بتحرك من عرفة لمزدالف لميناء أو لمكة أنا وماشي بحس إزاي أننا جاي وربنا سبحانه وتعالى غسني فبحس أننا يا على الخفة ويا مع كتر التعب مع كتر الحركة مع كتر المعاناة أنا حاسس أننا مرتاح قلب تجلى قلب تغسل أنا خلاص بقيت مولود جديد يا سلام إيه الحاجات دي إحنا عايزين ندوق من ده إحنا ممكن ندوق من ده حضرت النبي قال إن أناساً بالمدينة يبقى إيه اللي حاصل إن أناساً بمصر إن أناساً بالجزائر إن أناساً بالمغرب إن أناساً في كل مكان إن أناساً في كويت في كل مكان في كل ديار المسلمين إيه اللي حاصل حبسهم والعزر طب ولي حبسهم والعزر يعملوا إيه بقى تحج قلوبهم وإحنا ممكن نحج بالقلوب إنما الأعمال وبالنيات طب نعمل إيه عشان نحج بالبيوت بالقلوب نعمل خمس حاجات ولو بقوا مسابعة يبقوا حاجة لطيفة بس تعالوا نشوفوا الخمسة دول أول حاجة عشان قلبك يحج لازم الحج يكون بالإحرام لازم قلبك يحرم قال لي يعني إيه أحط قلبي في في إزار ورداء أقول له لا لابد إن قلبك يحرم يعني لابد إن أنت تحرم على قلبك حاجات بس لما تسمع النداء تسمع النداء الله سبحانه وتعالى وبينادي عليك بينادي عليك في كل نفس من أنفاسك فيقول إيه بينادي عليك وأذن في الناس بالحج فيأذن عليك بينادي عليك مولاك في كل نفس من أنفاسك فتكد الأزان ده مكتوب عليه ونفخته فيه من روحي يبقى إيه اللي حاصل ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه لما يحصل ده بقى تبتدي بقى تحرم تحرم يعني ايه تتجرد من اللي احرم معناه أن تتجرد من المخيط المحيط اللي هو رمز الايه رمز تتجرد من الدنيا وتتجرد من ما اعتدت عليه فإن اللي يحصل فتتشوق إلى الله فتخلع تخلع ايه بقى أول حاجة تخلع مخاوفك لما تخلع مخاوفك وانت متشوق إلى الله تقبل على الله بالمحبة لما كمان تخلع حولك وقوتك في حياتك اللي بتعيشها تلاقي نفسك قريب من الله لما تتجرد من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى لما تتجرد من التلاتة دول هتحس ان انت في حضرة مولاك وخاصة وانت عندك الكعبة واتعرف الكعبة فين دلوقتي